حركة قلت من شوية أن هي بتصاعد على فهم الطالب وفهم تكوينه وفهم أشياء كثيرة بخلاف أن احنا بنقيمه بشكل مباشر فيما يتعلق بتطبيقه لهذه المادة العلمية بنعرف منها أي تاني؟ حاجات كثيرة جداً ده احنا مش بس بنقيم الطالب احنا مش بنقيم الطالب ونشوف الطالب ده عنده صعوبات تعلم ولا متفوق ولا متوسط بس لا ده احنا كمان بنقيم النظام التعليمي كله بنقيم المعلم لأنه ممكن تكون المشكلة في المعلم يعني ممكن تكون المشكلة في طريقة التدريس لما يبقى كل الطالب في كل الجمهورية كويسين لكن الفصل ده في مدرسة معينة في مشكلة فبنبدأ نشوف أن الطلاب مثلاً في المواد الأخرى كويسين يبقى المشكلة هنا عند المعلم نفسه أو في طريقة التدريس اللي بيستخدمها أو أنه مش ملتزم بالحضور يعني احنا بنقيم هنا النظام التعليمي كله طب لو المشكلة عامة في الجمهورية كلها يبقى فيه مشكلة في المحتوى نفسه أو في المنهج نفسه إذن إحنا مش بنقيم الطالب وإنما نقيم الطالب والمعلم والمنهج وإدارة المدرسة والمنهج كل شيء فيه أو كل عنصر في العملية التعليمية بيتم تقييمه وليس الطالب فقط طيب فكرة أن الولاد في بعض الأحيان بيبقون مش عارفين يتابعوا من كتر التقييمات المواد الأخرى هل إحنا بنستحدث للولاد طريقة مختلفة للمذاكرة أو للمتابعة أنه الموضوع ما بقاش معتمد على التحصيل في البيت بقى معتمد على التحصيل وكم التحصيل في المدرسة خلينا يا فندم نتفق على أن التقويم وسيلة وليس غاية إحنا مش عاملين نظام تعليمي علشان نقوم الطلاب إحنا بنقوم الطلاب علشان نعلمهم يعني العكس وبالتالي يجب أن تكون المساحة أو الفترة الزمنية والمساحة من الوقت المخصصة لعملية التقويم أقل بكثير جدا من المساحة المخصصة لعملية التعليم نفسها إحنا دلوقتي في المدارس اللي هي بتطبق الفترتين عندنا زمن الحصة 35 دقيقة وفي المدارس اللي هي النظام الفترة الواحدة زمن الحصة 45 دقيقة فالنقطة اللي كنت بأكد عليها من شوية اللي هي موضوع كسرة التقييمات للحد اللي هو بيعوق عملية التعليم نفسها مش مطلوب إحنا عايزين يبقى تركزنا الأساسي والأولي على عملية التدريس والتعليم عملية التقويم لا تتعدى خمس دقايق من وقت الحصة ما يبقاش فيه أسئلة كتير يعني وحتى كمان يبقى الأسئلة مش معدة مسبقة علشان الطالب ما يحفظ إحنا تخلينا بقى من الفترة عن موضوع أن الطالب يروح الدرس الخصوصي عشان يحفظ أسئلة وإجابات ويبدأ في نهاية العام يبدأ يجيب امتحانات سابقة ويحفظ الأسئلة ويحفظ الإجابات فإحنا دلوقتي بنرجعه تاني لنفس النقطة إن أنا يبقى عندي أسئلة موجودة على الموقع بنزلها وبحفظها وبحفظ الإجابات بتاعتها ودخل أكتبها في التقييمات صحيح طب إحنا نقدر يعني ناس كتير بتشغل قصة الذكاء الاصطناعي في الإجابات وخلي بال حضرتك الموضوع ده مهم جدا لأن فيه أسر النهاردة بتعتمد على إجابات الذكاء الاصطناعي إزاي الوزارة تنتبه لحاجة زي كده وتعالجها عشان يبقى فيه تقييم حقيقي